اشتركوا في القناة عضواً بكوتة نسائية تبلغ 30 عضواً والعديد من القرارات الأخيرة نتابعها من خلال التقرير التالي بعد ذلك نعود للنقاش أصدر خدم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يوم أمس عدداً من الأوامر الملكية شملت إعادة تكوين هيئة كبار العلماء من أصحاب الفضيلة الرئيس والأعضاء وتمديد خدمة أصحاب الفضيلة المشايخ الأعضاء المتفرغين في اللجنة الدائمة للفتوى المتفرعة من هيئة كبار العلماء كما شملت إعفاء الدكتور مفرج بن سعد الحقباني وزير العمل والتنمية الاجتماعية من منصبه وتعين الدكتور علي بن ناصر الغفص وزيراً للعمل والتنمية الاجتماعية وكذلك إعفاء الأستاذ صالح بن مناع الخلاوي مدير عامل جمارك من منصبه وإعفاء الدكتور نايف بن هشال الرومي محافظ هيئة تقويم التعليم من منصبه وإعفاء الدكتور محمد أل عمر أمين عامل مجلس الشورى من منصبه وشملت الأوامر الملكية أيضاً تعين عبد الرحمن بن محمد السدحان مستشاراً بالدوان الملكي بمرتبة وزير كما نصت الأوامر الملكية على إعادة تشكيل مجلس الشورى المكون من 150 عضواً برئاسة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد أل الشيخ لمدة أربع سنوات للحديث حول هذا الموضوع ينضم معنا في الاستيديو الكاتب والمستشار الإعلامي الأستاذ أحمد الركبان أحمد بساك الله بالخير بداية كيف تقرأ القرارات الملكية ممكن أبرز ما تضمنت موضوع إعادة تكوين مجلس الشورى إعادة تكوين هيئة كبار العلماء وكذلك تغيير وزير العمل والتنمية الاجتماعية أول مساء الخير لك وليقناة الوتانة العزيزة بسم الله الرحيم الصورة الدنية عن الملك سلمان حفظ الله منذ أن تولى القيادة في الملكة السعودية وهو يحاول قدر ما يستطيع أن يجد الحقيقة الكفاءات المناسبة في المكان المناسب وليعني ذلك إقالة أو إعفاء وزير هو سيء أو المنمي يعني يعطي الجهد الكامل في عمل ولكن التجديد والتطوير هذا أمر محبب للنفس كذلك أن الجمهور السعودي بالمناسبة منذ ليل أمس تقريبا عبر الهاشتاغات وعبر تويتر تجد فيه تفاعل مع الأوامر الملكية فيه إحساس فيه تعاطي مع الأوامر الملكية ولذلك يعني عندما وجه خدمة حمد شيفين بإعادة هيكلة هيئة كبار العلماء هذا دليل قاطع لأنه هناك تحسين في الأداء تحسين في أداء هذه الكوكبة الحقيقة طبعا لو تلاحظ الآن هيئة كبار العلماء ضمت مجموعة من الأشخاص الحقيقة اللي هم يمثلون خارج المملكة كما ذكرت قبل قليل اللي هو معالي الشيخ سليمان أب الخيل وهو مدير جامعة الإمام وهو رئيس المجلس الجامعات الإسلامية كذلك محمد بن عبد الكيمة العيسى ويمثل أيضا رابطات العالم الإسلامي هذا دليل يعطي أن نطالب الحقيقة من هيئة كبار العلماء من سماحة مفتي أن يكون أدوارهم ليست داخلية بل خارجية مثلها مثل الأزهر بمعنى لا بد أن يكون لك تأثيرات من هيئة كبار العلماء يكون لهم مشاركة دولية يكون لهم تواجد دولية يكون لهم فتاوى تشارك دوليا أنا أعتقد أن هيئة كبار العلماء هي من أنظم وأفضل هيئات كبار العلماء في العالم الإسلامي بغض النظر عن هذا أو ذاك وليس مدحا على كون أحد السعوديين لا الحقيقة أداءها جدا راقي أداءها في الحج أداءها في العمر أداءها في المناسبات في الأزمات كل الحقيقة الهيئة تعالج دور الأزمات التي تعاني منها دول المملكة ودول الخليج أنا أتمنى أنه من سماحة المفتي أن يغير مفاهيم هذه الهيئة ويكون دورها دولية بحول الله تعالى في ظل وجود مثل هذين الشخصية سليمانة بالخير رجل عرف الحقيقة بعطائه خارجي عرف أيضا بصوته عرف بحديثه الارتجالي ولذلك وجوده كرئيس الجامعة الإسلامية أنا أعتقد أنه يعطي ثراء ويعطي قوة لهيئة كبال علماء مع أجل الاحترام لأبائنا وأجل الله في الهيئة زياد عن ذلك أن عبدالك بن عيسى الآن يتولى أهم رابطة العالم الإسلامي أيضا أنا أتصور بإذن الله أنه هذين المسؤولين لو فعلا تفاعلوا مع هيئة كبال علماء وأوصلوها إلى خارج المملكة أدت إلى الغرض المطلوب بحولها تعالى جميل طيب هذا متعلق هيئة كبال علماء نحن بنمر على القرارين أو القرارات التي كانت فيما يتعلق بمجل الشورى وتغيير وزير العام للشؤون والتنمية الاجتماعية طيب علي الغفيز أصبح الآن وزيرا للعمل والتنمية الاجتماعية بالتأكيد وزارة العمل أمامها تحديات كبيرة تواجه الوزير الجديد ويمكن نخص بالتعديد ملف البطالة اللي هو أهم ملف الملف اللي توقع ذو أولوية أو لا أولا يجب عقلنيا وأدبيا أن نشكر معاني الوزير مفارج الحكباني الذي كان له دور أيضا في تأسيس الرؤية 2030 لملكة السودية وكان له دور فاعل في تأسيسه وإنشاءه وهو رجل حقيقة عملي وهو ميداني في نفس الوقت مشكلتنا في المجتمع السعودي أنه ليس كل ما طرح من الوظائف تتقبله الجمهور أنا متابع لكثير من الوظائف التي طرحت من خلال صندوق المناطق البشرية من خلال بعض الشركات الكبرى والصغرى المجتمع السعودي لا يتقبلها الوظائف لسببين السبب الأول إما لرداءة المرتبات أو لطول فترة العمل إضافة إلى أن بعض المهن قد يستحي منها بعض الشباب مع أنهم الآن زاولوا مهن المطاعم يعني كثير من المهن زاولوها شيء الثاني حقبان حقيقة عمل جهد كبير يشكل عليه وإعفاء لا يعني ذلك أنه منقص ولا يعني ذلك أيضا انطباع أنه سيء على الأكثر دكتور مفرج كان بسيط كان رجل ميداني كان رجل عملي كان رجل يتعامل مع الجمهور ببساطة كان يعني يرد على المكالمات الهاتفية وأنا أعرفه جيدا وجود معالي الدكتور علي غفيس حيض في إضافة قوية أيضا أكبر معالي الدكتور غفيس له دراسات في أمريكا زياد على ذلك كانه تولى 18 و 20 سنة تقريبا في تجيب به المؤسسة كان بدأها مدرسا ثم صار تترج حتى أصبح محافظا للمؤسسة الدفع بمعالي الدكتور علي غفيس أنا أعتقد أنه هذا أمل قادم أتكلم عن غفيس يعني رجل نظامي رجل قد يكون سيطرة على بعض الشركات الكبرى التي تتلاعب ببعض النسب في السعودة أنا أعتقد أنه أمام معالي الدكتور علي غفيس ملف كبير جدا من البطالة ومع ذلك أنا أقولها و أنا أمس عن كلام اليوم لا يعني ذلك أنه موجود وزير تغيير وزير أنه سيحقق التوظيف كاملا مشكلتنا نحن لا بد أن نقوم بثورة إعلامية ثورة صحية للتغيير الصورة الذهنية عن بعض المهن هذا واجب على وزارة العمل وصندوق المهنة البشرية أن يتحدى ويوضح الصورة الذهنية لدى الجمهور أن رؤية 2030 ستعتمد اعتماداً كليا عن القطاع الخاص هذا الذي يجب طيب مجلس الشورى كان لحقوا كذلك موضوع قبل انتهت الدورة السابقة صحيح والتينات الجديدة يعني 150 عضو بينهم 30 سيدة تم الإبقاء على 10 عضوات وتغيير 20 عضوة في مجلس الشورى دائماً مجلس الشورى ما يواجه انتقادات من الشارع السعودي يعني سواء في طرح تصريحات بعض أعضاء قد يكون المؤمل عليه بشكل كبير أشياء يمكن أحياناً نقول تفوق إمكانياتهم من الشارع السعودي هل يمكن نقول التغيير لن يكون تغيير شكلي في مجلس الشورى حتى يمكن يتبعوا تغييرات أخرى في الصلاحيات في المهام الموكلة له سؤال جميل أستاذ خادر يدل على العمقك الإعلامي أولاً خليني أشكر خادم الحرمين الشريفين على هيكلة مجلس الشورى وتعدد مناطقيته واختياره من جميع مناطق المملكة ومن محافظاتها وهذا يعطي صورة على أن هناك مناطقية متكاملة في مجلس الشورى سواء بين النساء أو بين الرجال الشيء الثاني متما تفضلت بعض أعضاء الشورى الحقيقة أساءوا إلى المجلس في بعض التراهات الخارجية في الدورة السابقة ولا يعني ذلك أنهم سيئين لكنها لم يخدمهم الحظ في إلقاء الضوء أثناء الجلسات اليوم الحقيقة متس الشورى أصبح خاصة في الأربع سنوات الأخيرة أقوى من السابق طبعاً تعرف كانت بدايتها على استحياء ثم انطلق انطلاقة قوية في الوسط بعدين في النهاية بدأ الآن يتخذ قرارات وبدأ يؤدل من بعض القرارات سواء كانت القرارات الخاصة بالمجتمع السعودي من أنظمة وغيرها ويناقشها ويحاولها ويرفع للمقام السابق في النهاية هو متس الشورى هو شوري يخضع إلى أسس معينة وإلى ضوابط معينة هو يدرس هذا القرار أو يدرس هذا الملف ثم يقره بحسب المجموعات ثم يرفع للمقام السامي باتخاذ القرار من العزم أنا أعتقد المجلس الآن بحاجة فقط فقط إلى أنه أثناء الحوار الذي ينقل على الهواء غير مباشر ويقتص من كثير من النقاشات التي لا يفهمها الجمهور ميزة مجلس الشورى أن تطرح هذا النقاش على الهواء مباشرة ويجب أن يكون جائما أعضاء مجلس الشورى مستعدين متهيئين لكل الأزمات أثناء النقاش المشكلة الحقيقة التي نواجهها نحن كجمهورة أو كإعلاميين لا نعرف ماذا يدور تحت قمة الشورى إلا فقط في هذا العرض الغير مباشر أنا أعتقد أنه يجب أن كل جلسة يحضرها كوكبة من الإعلاميين كوكبة من المجتمع من حقنا نحن كوكبة من المجتمع أن على الأقل نشاهد بعض النقاشات والذي نتمنى بعد كذلك أنه مجلس الشورى أول كان يقولون لنا صلاحيات محددة خاصة فيما يتعلق بالجانب الرقابي أن نتمنى أنه يعطون صلاحيات أكبر أعضاء مجلس الشورى أو مجلس الشورى بشكل عام خاصة في الجانب الرقابي حتى نشوف نحن كنا نلومهم ونقول وينكم على جانب الرقابي اعتمادكم فقط على التقارير السنوية للجهات وبعض الجهات ترفع تقرير ربما كان حق العام الماضي يعني لا أنا أتوقع أنه يعزز أنتم صوص للشعب صحيح يعضاء الشورى إذن يجب أن تكونوا بهذه المسؤولية وبقدرها خلينا نتكلم عن جزية ثانية في موضوعنا قبل ما نختم أمس كان فيه إشاعات وحقيقة مؤلم بعض الصحف ورقية مؤلم أن الإشاعات تكون موجودة في مجتمعنا والأشد إيلاما أن صحف ورقية ورسمية تتحدث بشائعات قبل صدور القرارات الملكية والعلاء عنها رسميا وتنقلها والمشكلة الكبرى يعني أنها كانت مغلوطة هذه المعلومات ونحن نتكلم بالتحديد عن ما يتعلق بصاحب سمو الأمير عبدالله بن مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة تعليقك على هالجزئية؟ أولا سمو الأمير عبدالله بن مساعد رجل خلوق ورجل حقيقة وأنا أتشرف بصداقته الاستعجال هذا الحقيقة جاء مبني الحقيقة خلينا نكون واقعي مبني على عدم الإدراك والوعي بالمنظور الإعلامي الشيء الثاني بعض المحسوبين على بعض الأمير يتوقعون أن أمير عبدالله بن مساعد سينزاح من هذا المنصب على اعتبار أنه قاوم في أكثر من قرار أنه يستمر لصالح الوطن الحقيقة رؤساء التحرير أو الصفحات اعتدرت اليوم وأمس قدمت إدارها رسميا عبر صحفها لكن هذا لا يكفي وهم أيضا اليوم صدرت قرارات بمحاسبة من نشر هذه المعلومات المغارضة أعتقد أنه متما تفضلت يجب اللجوء إلى وكالة الأنباء السعودية واس يجب اللجوء إلى المصادر الدقيقة والمهمة وخاصة القرارات الملكية لا تحتمل فيها الأخوة العطاء قرارات ملكية واضحة وتستند على وكالة الأنباء السعودية واس يتم نشرها عبر القانوات الرسمية سبق لي طالبت أن يكون هناك متحدث رسمي في مجلس الوزراء على أساس أنه يكون شفاف ويتحدث مع الناس بطبيعة المجلس في كل أسبوع يعني يحاول قدر ما يستطيع أن يفصل هذا الجلس أو هذه الجلسة من يقوم بهدر وزير إعلام يعني عادة وزير إعلام أو شخص يكون مختص يعني أمي مجلس الوزراء أو غيره زيادة على ذلك المجلس الشورى منذ تأسيسه إلى يومنا هذا أجل الاحترام لأصحاب الفضيل التي تولوا المناصب لم نجد في مجلس الشورى متحدث رسمي لمجلس الشورى يخرج كل جلسة أو كل جلستين مهمة أي جلسة مهمة يتحدث للجميع أتمنى أن معالي رئيس من الشورى أن يسمع كلامنا اليوم ويتخذ قرار اتخاذ أن يكون متحدث رسمي متمكن وممارس أنا ضم صوتي لصوتك أحمد فيما يتعلق بأهمية أن يفعل المتحدث رسمي للأسف أنا أتكلم أنه ما أتكلم من فراغ أنا أتكلم أن أقدمت سبع سنوات تقريبا برنامج كان بعنوان المجلس ويتكلم عن عضاء الشورى وبتالي أعرف مجلس الشورى وأعرفه بالضبط طريقة إدارة العمل الإعلامي في مجلس الشورى العمل الإعلامي في مجلس الشورى ضعيف جدا جدا كذلك الدور المتحدث الرسمي في مجلس الشورى أكثر من ضعيف العلميين أن يعانون بشكل كبير إما ببنعه من حضور بعض الجلسات أو يعانون أحيانا في إيصال المعلومة في بعض القرارات لتخذها مجلس الشورى أتمنى من معالي رئيس مجلس الشورى أن يفاعل الجانب الإعلامي أكبر في مجلس الشورى أن يفاعل دور المتحدث الإعلامي أكثر أمر آخر والله شيء مخزي أنه قرارات ملكية يجب أن يكون لها وضعها وتلقيها من مصدرها الرسمي وهي وكات الأنباء السعودية وواس المتسابق بعض الحسابات حتى والبعض الحسابات المشبوهة في مواقع التواصل الاجتماعي وطلع أخبار بهذا الشكل وللأسف يطير بالعجة بعض الإعلاميين صحيح أو حتى بعض الصحف يعني الموضوع ما صار فيه إعلاميين موجودين في تويتر وطاروا بالعجة على أساس أنه يحظى بسبق أني أنا من عندي بدأت المعلومة أنا أول من أعتابها وجودوها عندكم ولا حطوها بالمفضلة لا الموضوع صار حتى صحف رسمية صحيح تتلقف أخبار مغلوطة وشائعات تتعلق بقرار ملكي وقرار ملكية لها وضعها ولها يعني مكانتها ليجب أن نتلقفها ونتلقاها من الموقع الرسمي وكات الأنباء السعودية والله شيء مخزي ويعني الأمير عبدالله بن مساعد كل يرى عمله ويرى جهده ويمكن أعجبني تعقيب صاحب السمو الكريم عبدالرحمن بن مساعد أنه قال أنه موجود لخدمة الوطن ولتحقيق رؤية خادم حامل شريفين وسموه ولي عهده ولي ولي عهده وكذلك والأمانة اللي أوكلت إليه هو على الكرسي يعني وفق ثقة يعني ولاة الأمر فيه في أن يحقق بإذن الله ما يخدم الوطن والشباب الوطن وبالتالي أن يكون التعصب أحيانا للأسف حتى الرياضي خلينا نطير بالعجة في أخبار أو إشاعات والله شيء مخزي أتمنى من أخواننا الإعلاميين ومساعدنا الإعلامية أن نكون قدوة في تلقي الخبر من مصدره وأن نكون ثقة ما أني بتزعزعون ثقة المجتمع في وسائل الإعلام تكفوث رقعت سؤولنا أكثر مما أنكم يعني تنفعون أنفسكم وتحظون بساب شكرا لك أحمد الركبان الكاتب والمساشر الإعلامي ما زلنا معكم مشاهدين الكرام فاصل قصير وبعد الفاصل نرجع لكم اشتركوا في القناة